السلام عليكم وبركاته وأهلا بكم في تحدي جديد من تحديات Power Query تحدي النهاردة بسيط جدا تعال نروح مع بعض على الاكسال ونشوف عندي جدول صغير جدا فيه بيانات مرتبطة بمنتج وحيد أنا ببيعه المنتج ده بدأ ببيعه في 1 يناير 2022 وكان سعره 500 جنيه لكن في 15 مارس 2022 حصل تحديث للسعر بقى بـ 515 وحصل تحديث تاني في 15 أربعة وبقى بـ 520 جنيه كل المطلوب ده في جدول جديد باستخدام Power Query يأخذ العمود بتاع الأسعار ده وبدل ما يبقى تحت بعضه كده قادي تاريخ ووراء تاريخ جديد وتاريخ جديد لأ أنا عايز تاريخ بداية وتاريخ نهاية يبقى السعر الأول بدأ في 1 يناير وانتهى في 14 مارس من اليوم اللي بعده 15 مارس لحد 14 إبريل بقى فيه سعر جديد اليوم اللي بعده من 15 أربعة وحتى 18 نوفمبر بقى عندي سعر تاني وطبعا 18 نوفمبر ده تاريخ النهاردة لان مافيش تحديث ما بين 15 أربعة وتاريخ النهاردة طب افرض حصل تعديل يعني جينا خدنا تواريخ تانية مثلا أنا مجاهز تاريخين هنا كمان اللي هو 1 مايو 11 أغسطس لو أضفته مع الجدول Control V وروحت على الجدول اللي خارج من Power Query Right Click Refresh حصل تحديث ده ما انت شايف يبقى تاريخين الجداد من 1 مايو ل 10 أغسطس ومن 11 أغسطس حتى تاريخ النهاردة يبقى كل المطلوب ينشتغل على كولوم بتاع الديت وبدل ما وشغل تحت بعضه كده يكون عندي بس أقدر أحدد تاريخ البداية وتاريخ النهاية تاريخ البداية وتاريخ النهاية والتاريخ الأخير لازم يكون تاريخ النهاردة التمرين يبدو بسيط ولكن في شوية تركات هتضطر تستخدم بعض الدوال اللي بتشتغل مع التواريخ إزاي تضيف أيام أو تخصم أيام كمان ممكن تستخدم Try and Otherwise اللي كنا تكلمنا عنها في الفيديو السابق أعتقد ممكن تساعدك في الكيس بتاعت النهاردة حتى لو التمرين يبدو مش عاملي قوي ولكن في فوائد جرب تعمله ولو قدرت تحل أو حتى وصلت الجزء للحل لو سمحت ابعات لي على الإيميل اللي هتشوفه قدامك دلوقتي على الشاشة وكمان استخدم الديسكريبشن اللي موجود برضو على الشاشة وإن شاء الله هرد عليكم جميعا أول ما يوصلني الإيميلات بتاعتكم والأسبوع الجاي هنشوف مع بعض الحل بالتوفيق وشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته